اشتركوا في القناة اكتر واكتر اش رأيك هلا بعد 15 سنة صاروا يعرفونا وحفظوا عيلتنا واهلنا وجيراننا وقريبين جيراننا نحكي عن اولادنا نحكي عننا انا وانت جماعة حابين يتعرفوا علينا اكتر ما حلوين نخجلون طيب بدك تحكيلون احكي بس بدون ما تفنتي وتنشرحوا التقديراتك بحاول بحاول قدر الامكان هلا نحن متل ما اتعرفوا من خلال المعاطق قلنا 6 اولاد الله يخلي لكم اولادكم جميع ثلاث سبايا وثلاث شباب الله طعمنا من هون ومن هون الحمدلله الحمدلله البكرية عندي نوالي الله يسلمة جوزة صغيرة وعندها صبيين وبنت وصلت للبروفي وما اغدته عمني اجا نصيفة وجوزناها لا تذكريني بهالقصة كتير انظلمتها البنت بجازتها هي وصغيرة ايه بس الحمدلله جوزة طلع كتير كتير بني حماعة وعنده نوالي بدنيه اما بقى وطه لحاله ما فيها الخلطة الزيادة معنا ومن العيد للعيد والفرح السعيد ليش عريف زورنا كريم جو مرتي ما يوم نقص على نوالي وليه على ولاده وليه على بيته شي حتى نحن اذا لزمنا شي منه رابطه سدادي الرجال حراب اما بقى حكوم وغيور مربطها ضربية لنوالي على فين رحتي وبنين جيتي وهالروح اصدت روحية وهالروح اما بصدت روحية لا الله اما هم البنت راضيانة بعيشتها وماشي حالة ماشي حالة لان حبابي ومع الزاية متل خالت عزيزة الا تم ياكل ما لا تم يحكي لا لا وقت البده تحكي لسينما ودخل لحلقه وخصوص اذا عنده قصة ضم مك ياها ايه بقى تقبرني نوالي سري وسرداشي ومراسلتي الخاصة ضمن المجتمعات المحافظة ما بتخبي علي شي طاول طاول مشان هيك دلولتك يا اخيو دلولتي ريجزة ورايقة حنوني علينا وعلى اخواتي خليلي قلب انا نعدى هيك ست فيت درجة اولت ايه متلين دخلت عليها بيتها عم بضويضوي طبخت هايرة ايديها نازلين كتة مش شغل والبحت بالبيت هالبنت معها سيداوي بالحوسة والتنظيف تقولي مصروعة ايه في هيك شي تدخل لعندي ومع وطشة على المطبخ ايش في جليات بتجليهم بتفتح البرات على الزل يهو بتطبق لي الخزن بتطبق لي السلطانات بتقولي جاي تعمل مهمة الله يرضى عليها هذا من عدة سكبات الاكل بتنقلهم معه ايه وليه على قلبي ما بتنبلع اللقمة معه اذا ما دوقتنا منه الله يحن عليها الله يحن عليها امين امين الهي نوالي وجوزك اولادك اولاد نوال الله يسلمون شاطرين بالدراسة وشبعانين ترباي اما طالعين لعبوهن من نزنظين وبعجبن وما بعجبن وبشتغلوا بامهم من تحت لتحت نعني اللي بنعصب على الجوز بكملوا الولاد الله يرضى عليها وزينا بتوب العافية الثاني عندي عبودة عبدالله على اسم جده كويس فيه حسن فيه جمال فيه نوتا تشان فهيم مراكز ديرز هندزة واخد زميلته مهندز متله قصدي اخدته زميلته لانه من يوم جاهزته لها الصبي سلم الوراق واللوحات تمتوا وما بصير غير اللي بداهوه بس بقى ملايكة على كتافي اشو ما تعبده قلبه ووقته ومعاشه لبيته وولاده وريضه جوزه وخاطره عنده بالدني ايش بده احسن من هيك؟ ما بده شي وحرام البنته قصوليه لا بتقصر بواجب ولا بتتشر عليها شي اما بقى بتحب تضلع الرسمي معناه عيم الحدود لقى خيطه هي مهندسة وهيك مهندسة حياته ايه دخيل هندس تقنى هلا عبودة عنده صبي وبنت الله يخليهن الكبير سامر على اسم جده والصغير سجى ما جابه غيرهن الولد ماطل على عبودة زراح وحصود زراح وحصود بطبضب يا مرة مو اتفقنا مانين شريح مويك حكينا؟ خلاص خلاص بطبضب ولاد عبدو كتير مدللين ومربيين الورعه والعلم والاتيكات لازم احسب ميت حساب وانا هم بحكي معهن لو ما بتجي لي بجي طفلات مني مسبه تحشيكة كتير بكون مرصرصة ومقدبي بوجودهن ووجود امهن الله يسلمه ايه لازم تتقدبي مع الكلم مشان قدرك وقيمتك طلع شغلتك بعد عبدو اجتني سعادة تقبرني شتوت الله مات هنت بها البنت تخرجت واتجوزت رأسا اخذت زميلة حمصة كان عم بدرس معها في الجامعة بقهول هذا لأهيراتته وقتت حال عليه ماذا عارف لا تعرفي تعرفي انا اللي ما كنت عارف خلصنا عبدو المهم تخرجوا وتجوزوا سافرت لحمص عاشت فيها خمس سنين بعدها سافروا لفرانسا ولسا تعايشة هناك اشتروا بيت في حلب وفرشو انظم فرش وعلى اساس رجعانين يعيشوا هون وقامت الدنيا وما يعد حدا رجع الاسنين ليه شفتها وله شفتوا ليه ده كتير ضايجالة شوفتها الله كريم الله كريم يالله انتقلي للنمرة الرابعة زكريا زكور زكور باعيه ابو الراسي كتير عدبني بصغره اكله قليل مجعوم ممروض قامت من جيتني بتعتم عبقتل فيه من دكتور لدكتور لبين اللي كبير هالصبي وشد مش فتعيوني الحمد لله الحمد لله ما كتير توفق بدراستو بس توفق بجازتو اخذ مره نظم شايفته ما يمسدقه وبس يكون رضيان زكور وبس يكون مبسوط زكور وهو دخيلكن دللولي مرتي وشوفوا لي خاطر مرتي ودخيلكن توجبوا مع مرتي وانا بتعرفني ما عندي كبير فهمتو لزكور مرتك مدللي عندك بالبيت عندي سعره بسعر سلفتك دوم تشتغل معه ما عندي كنين يجو نصمدو تخدم عليهم بس احيانا بتجوري عليها اكتر من مرتك عبدو هديك تحسبيه لحساب الا انو مرتكور تتحمل دعك ما في هنه قازي متل مرتك عبدو وحرام البنت بتحبنا كتير كتير انا وانت كتير بتحترمنا بسبع مع بناتك حماها نار وبنزين ما بالطيب وطاول طاول يامو بناتك من قليلات هن رحيطينا حطاطة بعرف دوده منا دود العجيب ليش اخوان زكور تدلل لوش عشي لاقي انت قدامن ايه بنات احمى شلوم بتريدي يعني ايه هيك با ننتقل الى رعام خمسة حمدو الله يرضى عليه هالولاد سافر سافرة بعيدة بأول ثلاثة عدنة لها بغدير برجاء ولها منغدر نسافر لعندو وما تداحكي كتير بستو عشان نبس منذكرنا اسمو منبكي انا وبعبدو الله لا يحرم اهل من ضناهن الى ايه اه امين 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 هالله با وصلنا لقاشوش تلطون ضحوة دلولت ابوه ضحى والله ضلولت الكلش بس دلولت ابوه ايه ما بتتنين يحكو فيا ضحوة فرفور ايش من عملت زنبه مخفور وحقق ياخيو ضحوة غير كل اخواته سكرة و الدوب بالقلب مافي في الدفة ولابس مار عالة جوستين بخرج دم خفيف روح قلبها لخلق الناس والطر لبس موضة ومعروفة بالعالم يضحو الفشنستة مركنة ومزوزقة في بيتها ايه بس الحكيبيناتنا ما بتشتغل شي بايدة طاول طاول تستعين واحدة عيونة بكلشي وجوزة حلوة على قلبه بكتلة بها المصاري بس كون الفشنستة على ديانة وعلى سنجة عشرة قل اعوذ ورب الفلق منك يعني انا دي احصد بنتي اب عبدو طال ولد عين ام وابوه بحزدوه الله يهني يا ربي بمعطاها ابنه انو ديق براسي دايم الدوم مزروق عنا روح قلبه طبخاتي وخصوصي الطبخات الحلبية التقيلة او بنتي ضحوة مالي مرأة بالطبخ ولا شغل المطبخ طاول مرأة السفرجلية بتطلع مع سيطة الملوخية ملدوعة المحشي مفزور حتى مجدرتها العرس فيك عنده خدق واغلب وقتها بعتولي بيتزا بعتولي هامبرجور وصندويش وحر مولوس انا شايفي انت اللي زعلت ما زعلت بس ما وضروري تنكتب خصوصيات البنت تحكي بالشغلات المنيحة حاو طفي سطر على الشغلات التانية الشي اللي احببها بها البنت انه باعتبارها فاشنستة ومعيشرانية وخلقة كتيرة وما بطفة ولا جمعة ولا زيارة ولا معرض ولا حفلة وظفتها مراسلتي الخاصة بالمجتمعات المخملية نسوما كين الفرد شقفة بتجيب لي قصص من عامق وعميق هي ما بتجيب لك ايه انت بتسأليها بتستنكش ايش في ما فيه هذا مو استنكاش هذا تتبق اخبار المجتمع لحتى الوحدة تعرف ايش عم بيصير بها الدنيا وخليني اعرف اكمل سيفيد بنتك ضحى ايه كملي كملي وحاش تعطي على البنت صار معروف عند الجميع انه ضحى صاحب تمع عبوه اكتر بكتير من صاحب تمعي واللي بده يا بابا لازم يصير والتشتيه نفسه لبابا لازم يحضر وانا بضل معا نقار ونقير وبضل برصرص لالبراغي وعيب يا بنتي وما بصير هالشي يا بنتي ويا ما طيرقتة بهدلات مبكيتة هيك العين بركي بتركز لقترة اما ما فيه سمرة والمشكلة جوزة بحبه هيك تكون ورشة ومنغوشة ومجنونة لسه بيت حماها بحبوه اكتر واكتر قال بس تدخل عليهم تعملهم بهجة بالبيت قل اعوذ برب الفلق على هنهار لك موت تلك لا تنشرحي وتفندي اكتر من لازم امرك الله لما بدي يجي دورك واحكي عنك بعمل جهدي ما انشريح مع انه قلبي ملين وممتليه على ولا تحكي عني استريحي ايه شلو ما احكي عنك وانتي حجر اساس هالعيلة يلي بزرت كل هالضنر حكيت لهم عنهم ومنكمل بيان العائلة للعيلة اخوكم اب عبدو من بيت ابو زنار قدس الله سرهم عيلة صغيرة ململمة عاب السحارة فيهم ابو عباد واخته فخرية اما الباي بقى شي نظموا تقايل يعني هلا اذا زالت منك فخرية حق معا ما بتزعل مني بتعرفني اش قد بحباه المهم ابو عبدو ما اخدها الشهادات العيلة يعني بس بقى تشوف في فهم في ثقافة لطافة اكابرلية الاكابرلية واللطافة مع الخلق طبعا اما معي وخصوصي لما بطلع عصب بيت ابو زنار بقلب لابو عبدو اصقيقاتي رسمي ايه قولي ليش بطلع العصب ايه بكون خيب اصطلي شي خبصة ولا يصطلي شي لوسة كده بدلي شي جدة يعني شي مابر حكا فاستو ايها مع الشيل مابر حكا فاستو الاكابرلية ما بتنفع حقك لازم تبعه وتفتح الجاعور وترش ما خفه وزنه وغلطة منه دقي الباب تسمعي الجواب منكمل ابو عبيت بحب شغل البيت كتير وقالو فتلي وبرمي منظومي ها ما ومنها رجال اللشي الساعلة اللي ما بتحركوا اللي بتشيلي وجيبي واعملي وهاتي وناوليني وكمان لو دخلي على المطبخ ولو انا فنفات وبطلع معه الاكل على اصول اصوله كدت غيرك حكيتي شي منيح ايه والله حنون علي وعلى ولاده وعلى عيلته كريم وسخي على ولاده وعيلته وخلقه وانتي مالي كريم عليكي ابتتقسمس معي اترا وبلارك هالشغلة وموات هالشغلة وحاجة انت بطري وحاجة مدري لو ما الخرطيات اللي عتبعتلي اني سعاد من فرانسا كنت هلا ابير كتحت منيتك انا بقى الله ببلي وبعين خلصتي خلصت حاشتك بلا اغمي اكتر من هيك هالله بقى اجا دوري احكي عنك لانه محلول واحد يحكي عن حاله ادي احكي تفضل بس بغلاوة اختك فخرية وبنتك ضحوة مبتعتي علي لانه انا ما اعطي تعليق غير اثورة طيب حبيبتكن ام عبيد من عائلة حلبية اصيلة ومرباية على اصول انتو الاصل الكروحي انتو الاصل عبا عبدو ست بيت درجة اولى امي سالية وزوجة مرضية ما بتقصر بواجباتها طاول خليلي نظرك بس الى شوية حركات وتخبيات ولف ودوران ما تقدر تفضلون انا هيك اي انتي هيك والله لما كون رجال متفهم وراي ما بتضطر المرض خبي والداري ردود افعال الشريك هي الي بتحدد نوع العلاقة بين الطرفين اما العلاقة بتكون شفافة ما فيا شي مخبة او علاقة فيا قذباتي البيضة اللي بتعصفك وبتجننك الله يعفي عني بس لك هذا انتو لحظة غيري كمين جبت يا نحكي الكبير ابع من عاشر الام يا هين سيد ابو عبدو تخليلي انت الهي الله يسلمك من محاسن ام عبيد انو مشيني وشيك وبتلبس شي كتير حلو بس ايمت لما بكون عنده زيارة ايه ابو سروحك ومن عيوبة انو بالبيت عندي دايما افشة قايم لبسة من كلب ستان وردي وكمالة الشام تلبس الشحاطة الاستيكل لونة سيكلمة وبتشخط فيها البيت الشحاطة الاستيكل لك يا روحي ما بقدر بلاها خصوصي الوقت الشطف وابشع عادة عنده الشي لا تقوله ابو سئدك ما بتقوله ابشع عادة انو بتنكشلي بتحبشلي بتليفوني يا علاقامتي مين قالك وكمال بتتصنط على مكالماتي وخصوصي لما بحكي مع اختي يا ملاوة لا تحلف ياه تيري بالك تحلفي كي اشفك من زمان طفلي فقرة عيوبي الله يستر عليك ما حبيته هاي امرك اما عباد اجتماعي ومعيشرانية بتحب الخلق والخلق بتحبها ما لا سؤل على حدا كريمة اللقمة بتمها ميقلة بتحب الشلي على الخفيف باستثناء الشلي على الاصهرة والكناية وبنت الاحمى هون بقى بتجود وبتسلطين ده قلبية بتسمع الجواب على قولتك وأحلى ما فيها أحلى ما فيها ومسكتني عن كل العيوبة انو رشقة وخفيفة الظل روحة حلوة وجهة بسام ومقدبة معي ما لرى الجواب ونادي رمعي على صوتها علي عاوز والله لك شلون احترام الزوج واجب يلعين تحرسك وتحرسنا جميع الهي تخليلي انت يا سندي وليفي وفشاشي الضيمي المرتاقين بوتي ليل النهار ما بخليني عارف اشتغلي شغلة وليح لطبتان بخليلي انت أنيستي وانيستي اللي ما ضل بوتي غيرك بعد ما فضي علينا البيت وكل ولد التهى بشغله وعيلته وحياته هاي حال الدنيا يا ابو عبد بأيام الشباب الرجال بعمقز على مرته وفظافية واللي بده يا لازم يصير والمرأة بتشكل جبهة مع ولاده وتقضي عمره بتشكل من هالرجال ومطلعته سكة عطر وبتعدي الهيام يا ابو عبده بتنقص فراشي سنين من البيت فرشاي ورا فرشاي لبين نتضل فرشايتين باسمهم متل ما صاير فينا لذلك هالمرة والرجال قد ما اختلفوا بأول حياتهم لازم دائما اللفلفوا خلافاتهم بالحسنة ويحسبوا خط الرجعة لانه مرجوعا لبعض اه معلوم سوا والله وخلينا نختم باو نقوم على هالبيت انا وانت حاج اخدوا عطيه لانه مرجوعنا لبعضنا وهكذا يا فنزي الغالي بتكونوا تعرفتوا علينا وعلى عائلتنا الحلوة الله يحفظ لكن اهلكن وحبايبكن يا رب وتكونوا بألف خير دايم الدوم بحفظ وامان الله الجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة